تعرض الشاب السوري عامر جمال حمصي وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني تخلفا عقليا للاعتداء بالضرب من قبل مجهول في خلال مروره عبر شارع الدعوق في منطقة صبرة ما أدى إلى تعرضه لجروح بشكل وحشي كنا عظيم البيت شي ساعة ستة ونصبعة ولا بفوت عامر مدبق جسمه وتدبيق مضروبه بكبلات حديد ومربط مفجم عيونه مكحلة من الضرب ما معروف كله في شيء هذا الطفل معاق معه بطاقة معاق طلب منه خمسمائة ليرة هالخمسمائة ليرة بتعمل كل هاشي بالضرب بيطلعوا على التسخيطة على السئيفة فوق وبينزل في قتل ما رب العالمي ما بيريد هذا الشي غير هيك تهموا شباب مخيم شتيلة أنه ضربينوا هذا الضرب مخيم شتيلة بريئة عن هيك عالم وبريئ من هذا الإنسان نهائيا لأنه هذا الإنسان ما بيعمل إلا عمل مسادة هذا هذا الإنسان بلازم يأخذ عقابه يشد العقاب من قبل الدولة اللبنانية معلومات الجديد أشارت إلى أن القوى الأمنية ألقت القبض على المعتدي وهو يخضع للتحقيق بغية كشف ملابسات الحادث